الزكاء عند الأطفال بدء ذي بدء كده أنا عايز حضراتكم تكونوا مقتنعين وأنا مش بجملكوا أنا بقولكوا الحقيقة العلمية أن كل الأطفال أسكياء ففي ناس ممكن تقولي لا ده فلان ده لا ده الوات ده فاهم أكتر لا ده ابني مش بيعرف زيه هو المشكلة فينا إحنا المشكلة في حضراتكم إنكم فاكرين إن الزكاء حاجة واحدة أو مصار واحد لكن الحقيقة إن الزكاء أنواع الزكاء أنواع عشان كده أنا بقول إيه كل الأطفال أسكياء وما فيش طفل أو إنسان يعني بشكل عام زكي في كل المجالات لكن ممكن إن يكون فيه طفل يجمع بين أكتر من نوع من أنواع الزكاء لكنه لا يمكن أن يجمع كل أنواع الزكاء عنده خلاص ممكن يكون فيه طفل يفتقد يعني إلى نوع من أنواع الزكاء إحنا شايفينه إنه هو ده الزكاء المعتمد بالنسبة له مع إنه ممكن يكون زكي بس فيه مصار آخر أو فيه مجال آخر هقول للحضراتكم يعني عشان كده أنا عايز أكلم حضراتكم دلوقتي أكيد يعني منطقيا بقى عن أنواع الزكاء خلاص هو الزكاء أنواع طبعا طبعا أنواع يلا نبدأ أول نوع النوع الأول يعرف باسم الزكاء الاجتماعي والمقصود هنا مش المعنى الدارج اللي إحنا بنستخدمه اللي هو المجملة أو حسن التصرف أو حتى عفوا يعني النفاق في بعض المحافل أو المقاييز فقال لك فلان ده سلو عنده زكاء اجتماعي كده بيعرف يكسب المدير بتاعه هو الحقيقة ده مش زكاء اجتماعي ده ما علينا بس هو الزكاء الاجتماعي هو إنه الواحد مثلا خلاص ما فيش ده عشرحة أكيد كلنا عفاهمين يعني إيه إن الواحد مثلا يستطيع إنه هو يتجنب حدوث خلاف مع حد أو إنه يحل خلاف بين أطراف بطريقة لطيق وهكذا لكن معنى الزكاء الاجتماعي عند الأطفال هو إن الطفل يعتاد على الناس بسرعة شفتوا بقى الموضوع عندنا إحنا عند الأطفال موضوع مختلف خالص يعني الأطفال اللي بتتصرف معانا كده بتاخد علينا بسرعة ده نوع من أنواع الزكاء إن الطفل يتصرف بألفة بألفة بتخليه محبوب من كل الأشخاص ده زكاء اجتماعي وعايز أقول لكم إن ده جزئين جزء أطفال بتعملوا فطرة وجزء أطفال بتتمرن عليه هرجعكوا شوية بالذاكرة الورد الطفل إحنا طول الوقت وهو صغير خالص بنقعد نبص له وندحك ونكلمه كده وسبحان الله فعلا يعني أي مهما كان درجة قسوة البني آدم تلاقيه بص كده في وش الطفل تلاقي ملامحه تغيرت فالطفل اتعلم بعد كده لما بتدى يرسل إلينا ابتساماته الأولى إنه لما بيدحك في وشنا بنحدى بنبقى في حالة يعني حالة كده سعادة كبيرة جدا الله ده يتحك لي أنت ما شفتش إلا حصل يا حبيب أنت بتتعقى فيبتدي الطفل يا عتادة مثل هذا التصرف ده كل الأطفال في المراحل دي عايزة أقول لكم بقى الأطفال اللي أنا بتكلم عنهم دلوقتي اللي بيتميزوا بالزكاء الاجتماعي اللي بياخدوا عن ناس بسرعة واللي بيألفوا الناس بسرعة مش اللي هم المقتحمين ولا اللي بيعملوا نفسهم كبار لا 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 الطفل ده بيتميز هنا بوجود الزكاء الاجتماعي عنده خلاص إنه يخلي الناس تألفوا بسرعة وهو يعتد عليهم بسرعة فيقوم يحقق مكاسب اجتماعي يبقى هو نجم القعدة زي ما بيقولوا إجمالا الزكاء الاجتماعي بنسبة لأطفال معناه قدرة الطفل على تطوير مهاراته الاجتماعية أسرع من أطفال تانية وبشكل أوضح من غيره فمثلا الطفل الزكي اجتماعيا لا يعاني من قلق الانفصال أقول لكم إيه هو قلق الانفصال قلق الانفصال مثلا أنت تبقي إيه شايلة ابنك وهو صغير ولا حتى واجبي واضطريتي أنك مش لازم تنزلي برا البيت تختفي كده جوه البيت بتعملي حاجة بس في حد تاني في البيت عنده اخوات زوجك موجود أختك موجودة جدته موجودة يقوم الطفل يشغل نفسه مع اللي موجودة ويبتدي يدخل معاه في حوار أنا بكلمكم حتى على الأطفال الصغرين خالص فتلاقوا الأطفال اللي ما بيعيطوش كده وبيلاقوا قوي أن ممتهم تغيب عن عينيهم ولو دقائق معدودة لو هي دخلت مثلا تولدت ولا دخلت المطبخ تعمل حاجة ولا بتغير هدومها ولا بتاعه فتلاقوا الطفل ده عادي خلاص كده يبقى هذا الطفل لديه نوع من أنواع الزكاء اللي أنا شرحته لكم دلوقتي وهو الزكاء الاجتماعي فهمتوا قصدي؟ كمان الطفل اللي عنده زكاء اجتماعي بيكون قادر على مشاركة الأطفال الآخرين في اللعب في وقت أسرع يعني تلاقيه كده إيه لما تروحوا مثلا مكان في منطقة لعب أطفال تلاقيه يندمج مع الأطفال أكثر تلاقيه لما يروح حضانة يدخل مع العيال وهكذا يندمج بسرعة هذا أو هؤلاء الأطفال اللي عندهم المواصفات دي عندهم أول نوع من أنواع الزكاء وهو الزكاء الاجتماعي طيب إيه النوع التاني؟ النوع التاني اسمه الزكاء الحسابي أو في محفل آخر أو في تسمية أخرى الزكاء المنطقي ولما بقول الزكاء الحسابي ده ليس معناه قدرة الطفل على أنه يجمع أو يطرح أو أنه يضرب أو يقسم اللي هي جدول الضرب وجدول الإزواء وحاجات كده بسرعة يعني مش إن إحنا نقوله 18 في 38 فيقولنا الإجابة لا بالنسبة للأطفال مش ده الزكاء الحسابي أو الزكاء المنطقي ولكن الزكاء الحسابي عند الأطفال هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن قدرات تعليمية يعني الزكاء ده مالوش أصدق سوريا ناس مالوش علاقة بالقدرات التعليمية لكن له علاقة أنه يمنطق تصرفاته عشان كده اسمه الزكاء الحسابي ده هي كلمة حساب هنا مش معناها الحسبة معناها تقدير الموقف فهمتوا قصدي؟ عشان كده اسمه الحساب المنطقي بمعنى أن يمنطق الطفل التصرفات يعني مثلا أنه لما نجيب له لعبة فيها الكورة والمسلس والمربع وفيه فراغات فيبتدي ياخد الكورة يحطها في مكانها وياخد المسلس يحطه في مكانه وياخد المربع يحطه أو لما يجرب مش لازم من أول مرة لما يمسك كده حاجة المربع مثلا اللعبة على شكل مربع أو شكل مكعب فييجي يحطها في مكان الدايرة ويلاقيها ما تدخلش فيبص كده يحطها في مكان المربع يلاقيها دخلت فتلاقوه في مرة تانية ما يجي يلعب يحطها في المكان ده على طول مثلا أو من تاني مرأة أو تالت مرأة وهكذا لما مثلا نجيب لعبة للطفل فيضغط على زرار فهو عارف إنه لما يضغط على الزرار ده الأنوار دي هتنور أو اللعبة دي هتطلع الأغنية دي فيبتدي هو لما يدوس على الزرار ده يعرف النتيجة اللي هتحصل فهمتوا؟ فهمتوا بقى إن كل الأطفال أسكية بمنطقنا إحنا منطق العلم يعني لما يمسك مثلا ريموت كنترول التلفزيون ها؟ هو عارف إنه لما الزرار اللي لونه أحمر ده لما يدوس عليه التلفزيون ده هتطفي هيقفل هو عارف إنه لما يدوس على الزرار ده فيه صوت هيعلى هو عارف إنه لما يدوس على الزرار اللي جنبه الصورة اللي قدامه دي هتتغير هو ده اسمه الزكاء الحسابي أو الزكاء المنطقي وده النوع التاني من الزكاء فهمتوا بقى أنا ليه بقول لكم إن فيه أطفال ممكن تجمع أكتر من نوع من الزكاء النوع التالت بيسموه ذكاء فهم الزات ذكاء فهم الزات وده معناه إن الطفل بيكون واعي لقدراته واعي إنه هو يقدر على إنجاز أشياء معينة أو لا أو يحافظ على نفس المستوى اللي يضمن له النجاح في الإنجاز ده كل مرة يعني مثلا نضرب أمثلة عشان الحضراتكو تفهموا في بداية إن الطفل مثلا بيتعلم المشي خلاص والطفل عايز يروح لشيء معين في مكان بعيد خلاص كده وهو لسه مش عارف يمشي قوي يعني هو شايف مكان شايف حاجة كده حاجة احنا مثلا هو كنا بنقوله عليها لأ أو بتاع وهو ما صدق نسيناها مرة يعني خلاص ريموت كنترول ريموت تلفزيون ريموت تكييف موبايل بتاع خلاص هو شايف كده الله ده هو نسي والبتاع فان عايزة روح فتلاقوا الطفل بيحسبها هو لسه متعلم المشي جديد والله العظيم ده اللي بيحصل هو لو مشي هياخد وقت طويل هيمشي مثلا لسه متعلم المشي بقى يمشي متسند واحتمال يقع ويحاول يقوم تاني انما ايه المهارة اللي هو متقنها مهارة الزحف فتلاقوا فجأة نزل على الارض تيك 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 زحف وصل للشيء اللي هو عايزه يبقى معنى كده ان الطفل ده واعي لقدراته عارف ان المهارة دي بيتقنها مهارة مثلا الزحف في المسأل اللي أنا قلته بيتقنها اكتر من مهارة المشي علشان كده اسمه ذكاء فهم الزات فهنا الطفل اختار ما سيحقق له النجاح في حدود قدراته اقول لكم مسأل تاني اقول لكم مسأل تاني مشهور قوي قوي عشان يجاوب لكم على سؤال لما نحط للطفل كمية اكل كبيرة خلاص احنا ابتدنا بقى ناكله فجبنا بقى طبق روح نحطين له كمية اكبر من المعتاد خلوا بالكم اعملوا حتى التجربة بس ما تعملوا اش يعني بس انا بقول لكم هوا يصدقوني حطنا للطفل كمية اكل اكبر من اللي هو معتاد عليها هو بص كده للأكل قال لك الله انا مش هقدر اكمل الأكل ده مش هقدر اكل الكمية دي كلها مش دي الكمية اللي بيحطها لي كل مرة خلاص هو لسه ما عندوش مواقمات اللي هو ايه طب اكل على قد هو فاهم وحافظ ان احنا مع كل معلقة بنقول له شاطر برافو لما بيخلص اكله يا بنعمل فرح في البيت برافو عليك وبنعن نساء قفله هو عرف من الاول ان الكمية دي كبيرة يقوم يرفض الأكل خالص تيجي تديله وعمل لك كده تقال ليه يا حبيبي ما وده اللي انت كنت بتحبه يعمل كده ليه لان جزء من عملية الأكل عند الطفل مش انه بياكله خلاص لا هي جوهرها احساسه هو بالنجاح لما بياكل طبقه كله عشان يتلقى الاشادة مننا فهمته قصدي وده بيفسر ان احيانا نقوم من غير ادنى سبب تلاقي تقولك ده بيحب الحاجة الفلانية ده بيحب النوع ده من الاكلة اول بس جيت احطه له نقول لها ايه حطتي الكمية زيادة حطي اقل وزودي انما ما تحطيش من الاول اكتر فهمتوا قصدي الطفل ما بيتعلمش المهارات في وقت التحدي لكنه بيتعلمها في وقت الفراغ هقولكوا يعني ايه يعني غالبية الامهات والاباء بيفجوا ان الطفل قام ومشي من نفسه خلاص مش عشان يوصل لشيء فهمتوا قصدي لا لما يحب يوصل لشيء هو عارف هيوصله ازاي هيعيط هيزن هيقعد يخطفه مننا هيسحف انما مش هيتعلم المشي عشان يروح يدوس على الزرار مثلا اللي هو قريب منه لا ده هيجيله وقته انا بتعلم المهارة في اوقات مش اوقات تحدي خلاص يبقى ده نوع زي ما قلنا ده كان النوع التالت اسمه ذكاء فهم الذات النوع الرابع يعرف باسم الذكاء اللغوي والذكاء اللغوي هو ليس معناه مش معناه قدرة الطفل على تعلم لغات كتيرة ولكن قدرة الطفل على تطوير الاصوات عنده اسرع من الاطفال اللي قدوا في نفس العمر زي مهارات بداية النط او التعبير بالصوت عن الشيء اللي هو عايزه او الشيء اللي مش عايزه فانتو فاهمين قصدي انا ما يبقى مش عايز حاجة اه بتاع يروح عامل حاجة كده تفهموا ان هو مش عايز الحاجة دي فيه اطفال في نفس سنه ما بيعملوش الحركة دي يبقى الطفل ده عنده الزكاء اللغوي عرف يستخدم قالت الصوت اللي عنده او قالت النط رغم انه لسه مش عارف يتكلم بس عرف يعبر اسرع من من الطفل التاني اللي في نفس عمره عرف يوصل لنا الرسالة سواء انه هو مبسوط او انه هو متدايق انه هو عايز او انه هو مش عايز فهمتو قصدي ده النوع الرابع اسمه الزكاء اللغوي النوع الخامس هو الزكاء الحركي وهو عبارة عن قدرة الطفل على تطوير مهاراته الحركية اسرع من مهارات تانية يعني مثلا تلاقوا الطفل اللي عنده المهارات الزكاء الحركي يبتدي يتقلب في عمره 3 شهور يبتدي يقعد من غير يعني من غير ما يحفظ توازنه قبل 6 شهور فترة اطول شوية من غيره يبتدي مهارة الوقوف قبل عمره 9 شهور وهكذا فهمتو قصدي ما احنا عارفين بقى محطات التطور الحركي هو يعملها بدري شوي كمان الطفل اللي عنده الزكاء الحركي ده بيكون عنده قدرة على توظيف مهاراته الحركية لخدمة مصالحه واهدافه انتو فاهمين يعني مثلا هو عارف انه هو في حاجة واقعة تحت الكرسي والحاجة دي هو عايز يجيبها ومش عايز يعني ومش عايز يستنانا احنا اللي نجيبها او لما نفضج تلاقوه يروح متاني جسمه وداخل تحت الكرسي واحنا نستغرب نقولي انا ريس ودوال اللي وده عمل كده ازاي يروح نازل تحت الكرسي وجايب مثلا الزرار بتاع الاباجورة اللي هو عايز يدوس عليه اللي هو كان في الارض خلاص او الكورة اللي كنا مش لقينها ومش عارفين هي فين رح هو نازل وعمل جسمه كده يعرف يكيف جسمه بشكل حركي يحقق له اهدافه خلاص على فكرة مش كل الرياضات بتعتمد على الحركة فيه رياضات كمان زهنية والرياضات قائمة على التنوع والهدف من ممارسة الرياضة انا بقول لكم ده بشكل عام لانه مش كل الاطفال لازم يبع عندهم يعني نفس القدرة البدنية والحاجات دي كلها فيه اطفال بيمارسوا رياضات مختلفة السباحة ممكن تبعيزة لياقة بدنية مختلفة عن السكواش والاتنين مختلفين عن الجنباز مثلا وهكذا المهم ان يكون الطفل سعيد وانه ينمي مهاراته الاجتماعية مش انه كمان يحقق الانجازات النوع السادس من الزكاء اسمه الذكاء الموسيقي وهنا الطفل بيكون عنده قدرة على تمييز الاصوات او يكون عنده قدرة على استيعاب الموسيقى اما النوع السابع اسمه الذكاء البصري وهي قدرة الطفل على تنسيق الالوان وقدرته على تحسين او تحفيز الزاكرة البصرية عنده يعني انه يفتكر يشوف حاجة يروح مشاورلك عليها ويرجع شفته مثلا حاجة برا البيت يرجع البيت يروح مطلع حاجة من حاجته فتفاجئي ان الحاجة دي نفس اللون بتاعه مثلا انتوا كنتوا وقفين في محل وكان مساكها وانت قلت له لا سيبها حبيبي دي مش بتاعتنا فتقولي ياهو انت عرفتها ازاي ده زكاء بصري خلاص كمان بيكون عندهم الترتيب المنطقي والمتناسق للاشياء علشان كده بناء على كل اللي انا قلته على انواع الزكاء اظن انه ليس من الانصاف ولا من الانسانية ولا من الاخلاق ان احنا نصف في الطفل بالغباء مثلا لما في امات واباء كده لما بيزعلوا من ولادهم يا غبي انت ازاي تعمل كده يا غبي او الطفل مش غبي على فكرة بالقياسات اللي انا قلتها على فكرة الاطفال اسكى مننا ودي حاجة على فكرة علمية الاطفال حجم انجازاتهم حجم انجازاتهم اكتر بكتير مننا خلاص كده انت لما تتأمل كده عمر الطفل ها اللي عنده سنتين ده عارف يعمل ايه في سنتين انت ممكن في سنتين ما تكونش عارف تعمل نفس الحكاية فانت لازم تنظر لطفلك او لطفلتك باحترام حقيقي وبتقدير حقيقي وخاصة بقى لما تسمع كمان انه الزكاء انواع مختلفة ونتبسط بولدنا واللي ما عندوش ذكاء حركي عنده ذكاء لغوي واللي ما عندوش ذكاء موسيقي عنده ذكاء بصري واللي ما عندوش ذكاء بصري عنده ذكاء حركي واللي ما عندوش ذكاء حركي عنده ذكاء اجتماعي كل الاطفال اسكياء وان شاء الله بذكاءهم يخلوا بالهم على نفسهم كده في حياتهم المستقبلية وكمان يخلوا بالهم مننا احنا كمان